بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى الذكر من أفضل العبادات الصالحة ومن أيسر الأعمال وكلما ازداد العبد تعلقا بربه عز وجل زاد ذكره لربه تبارك وتعالى وازداد ثناؤه عليه قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة ومن العجيب والغريب أن الله عز وجل أمرنا بالذكر حتى في أحلك الظروف وفي أصعب الأوقات وليس هناك أصعب مما نحن فيه الآن قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون انظر إلى الاستعانة بالذكر الذكر منشور الولاية من ألهم الذكر فقد أعطي المنشور ومن حرم الذكر فقد حجب اذكر الله عز وجل في السراء والضراء اذكروا الله تبارك وتعالى في جميع أحوالكم انظروا إلى أوامر المولى سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكره في وقت الجهاد وفي وقت المعركة وفي وقت لقاء العدو لنستعين بالله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في جميع أحواله انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يخرج من حول نفسه إلى حول ربه تبارك وتعالى يستغيث بربه جل وعلا وبرحمته يأمرنا أن نذكر الله جل وعلا كما تحدث إلينا عن ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ فَلَا عَلَيْكَ بِمَنْ عَلَيْكَ وَمَنْ مَعَكَ لَا تَخَفْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ رَوَّعَكَ كُنْ مَعَ اللَّهُ يَكُنْ رَبِّي مَعَكَ وَإِذَا نَابَكَ كَرْبٌ فَاسْطَبِرْ وَادْعُ مَوْلَاكَ وَجَفِّفْ أَدْمُعَكَ مَا لَنَا إِلَّا إِلَا إِلَهٌ وَاحِلٌ كُنْ مَعَ اللَّهُ يَكُنْ رَبِّي مَعَكَ وقال الله عز وجل في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي انظر إلى هذا المقام العالي الذي يصل إليه الإنسان بالذكر وإن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وجلاء القلوب أن نذكر الله تبارك وتعالى قال العلماء من كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ببعض الأذكار التي تمح الخطايا والذنوب كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمله في اليوم مئة مرة وفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر انظروا إلى هذه العبادة العظيمة الجليلة القليلة لكنني أقف مع الحوقلة ومع الاستغفار ومع الأذكار التي تخرجنا من هذا الهم والغم والكرب الذي نعيشه في واقعنا المعاصر في أمتنا العربية والإسلامية نكثر من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نكثر من الاستغفار فبالاستغفار تفتح الأقفال وما دمت تستغفر فإن الله يغفر وما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه كثيرا روى أحد الصحابة عن رسول الله قال ولكننا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اليوم الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد مئة مرة انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه قاعدا واقفا نائما في الحرب في السلم في السلام في الأمان في كل مكان قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى أن نصل في خواتيم سورة آل عمران إلى قول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك فلا تكلنا إلى غيرك اللهم انصرنا على أعدائنا نصرا مؤزرا واجمع شملنا واحفظ بلادنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأخرج الشحناء والبغضاء من بيننا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم